اشتركوا في القناة اعلام الامني العراقي في بيان رسمي ان معسكر الشهداء في منطقة ارمالي الثابعة ل 16 الحجد شعبي تعرضت فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخفز دقيقة والساعة الثانية وعشرون دقيقة الى قصف القثى طائرة مسيرة مجهولة وجاء في الهجوم بعد يوم واحد من اعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جددة على قيادات ميليشيات عراقية مرتبطة بايران وقال نائب الرئيس الامريكي مايك بنيس ان بلاده لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنصر الميليشيات المدعومة من ايران الارهاب وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها فرضت عقوبات على اربع عراقيين هم ريان الكلداني ووعد عقدو ونوفل العاكوب محافظ نينو السابق واحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق وفي الاخير اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بالتقطع على زر الأحمر اسفل الفيديو وشكرا اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الان